أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر أهلاً بك يا مارينا أهلاً فرحة النهاردة يا مارينا الحلقة بتاعتنا هتكون لا كرامة للطفل في الإسلام عنوانها كده يعني أهي كده الطفل في الإسلام طبعاً ما عندهش كرامة وحنشوف الكلام ده هوت فيه بيقولك لا يقتل لا يقتل بالولد الوالد يعني الوالد لو قتل ابنه هو ما يتقتلش الكلام ده روي عبد الله ابن عباس المحدث الألباني ده صحيح ابن ماجا طبعاً ما خرجينه بقى في الترمزي وابن ماجا والناس يعني كده لكن أنا عايزة أقول حاجة يعني الواحد برضو إحنا لإننا إحنا مارينا بنجيب الكلام اللي مكتوب عندهم بالظبط فقالوا الحديث ده معلول في علة يعني وفيه انقطاع بس ايه شوفي بقى رغم أنه معلول معلول في علة وفيه انقطاع لكن يؤخذ به لا يقتل بالولد الوالد معلول طب ليه هنا في التصحيح قال خلاصة حكم المحدث صحيح لأنه يؤخذ به شوف ما هو قال ايه على الرغم أنه معلول وفيه انقطاع لكن يؤخذ به لا يقتل الولد بولده الوالد بولده وبعدين قال لك ايه لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد لا يقاد الولد هنا حدود بيكلم على الحدود لا يقاد بالولد الوالد المصدر ابن حجر العسقلاني عبدالله ابن عباس وقالوا انه ده حسن تمام وقالوا برضو انه اخرجوا الترمزية باختلاف نوع وقولي بقى هم اللي بيقولوا مش انا ولا يقاد بالولد الوالد يقاد يعني ايه يا مارينا يقاد يعني لا يقتص القود هو القصاص يعني ما تقتلش الوالد والمعنى لا يقتص الوالد بقتل ولده بل عليه الدية لان الوالد هو السبب في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدام ولده يبقى فيه هنا بقى الوالد الوالد لو اتى الولده هو ايه ياخد الدية يدفع الدية يدفع الدية طيب مين الولي اللي هياخد الدية الوالد مين والي الولد هو بزق الوالد يعني يعني يقتل الوالد وياخد ايه هو المفروض بيقولوا ان هو يدفع الدية طب انت هتدفعه لمن هيدفع لنافسه؟ احنا ده السؤال انت هتدفعها لمن؟ ده السؤال احنا بنتراحه انت بتدفع الديا لمن؟ في حالة ان انت الوالد انت الولي انت اللي بتقتل لا يبقى فيه اشكالية كبيرة هنا يا مارينة لان الوالد لو قتل ولده يبقى فيه ديا وهو الولي عن الولد ده وممنوع القصاص يبقى فيه ديا هتدفع الولي هو اللي هيدفع الديا وهيدفعها لمن؟ لا هو هيتفحه للولي ماشي الوالد هيتفحه للولي مين الولي هو ايه هو لهو الوالد يبقى هم يحللنا الاشكالية دي وبعدين ليه لا يقتل الوالد بولده لانه هو جاي من عنده بيقولوا كده لان عندهم حاجة اسمها انت ومالك لأبيك انت ومالك لأبيك يعني ايه يعني انت ملك أبوك وفلوسك برضو انت ومالك لأبيك انت وفلوسك ملك أبوك انا خدت حاجة ملكي انا شوهت حاجة ملكي خلص مش مهم انت ومالك لأبيك طب هو ده في احترام لحقوق الأولاد لا لا خالص انا جايبك انا اللي جايبك ايه بعمل اللي انا بدالك ده بره لو لو بره ولد اشتكى في المدرسة ان ابوه بيضربه وياخده منه طبعا على طول انت يعني مش عشان جبته لو ابوه بيهدده يعني اعرف احنا بايه عندنا في الشرق الأوسط بيقوله كده هموتك هتبحك هموتك لو البلد راح للمدرسة وقده بابا بيقولي كده او مام بتقولي كده هياخده واد على طول فانت مش هتروح تقوله ده احنا مش قصدنا ده احنا في الشرق الأوسط نقول كده عادي لا ده هيتخد منك لان ده تهديد تهديد وبعدين ليه يعني هو ليه فضل النجابه يعني ايه علاقة ما بين أم وابوه ربنا اداله الطفل ده نعمة اه دي نعمة من عند ربنا تفضل يا مارين خلينا كمان نشوف ان في حديث وطبعا خلاصة حكم الحديث ده حسن صحيح وصحيح الألباني في صحيح أبي داود يقول مروا أولادكم يعني مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضعجع يعني انت ابنك في سبع سنين تؤمروا بالصلاة في سن العشرة تضربوا عشان يصلي اي وإحنا طبعا بنتكلم عن برضو الضرب الضرب يعني هل دا مبدأ يعني الله جايب رسوله بيقوله لأ دا عشان يصلي ومرديش يصلي تضربوا عشان يصلي صح هل دي كرامة؟ لا ما فيش كرامة خالص عارفة مارينة وإحنا أطفال كانوا بماما كان بتضغط علينا على الصيام وكنا صغيرين فتضغط طفلة أنا بتنطط يميل محتاجة محتاجة آكل واخد حاجات ومشروبات وحاجات كده طفلة بس هو الصيام يعني إذا بلغوا الحلم أو حاجة كده لا 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 خالص كانوا بي من سن تسع سنين ماما كان بتصومنا سن عائشة لما اتجاوز آه تسع سنين يعني كانت تتجاوز ثالثة بتدائي آه فأنا كنت يعني ببقى تعبانة جدا ونفسي أشرب وأكله بتاعه وكنت بقى تحيل عليها وعلى الله أكبر يعني وحط صبعي في الزول وعمل نفسي أن أنا بستفرغ علشان أقول إيه أن أنا عيانة يا ماما وأنا من حق أن أفتر فإيه طبعا كانت تفهمين فبصي الضغط على الطفل ووصل لغاية فين أنه يصوموهم بالعافية كمان أنا عايزة أقولك كمان أن في القرآن سمى الأطفال سفهاء سفهاء طبعا يعني سفية كلمة سورة النساء خمسة بتقول لا توت السفهاء أموالكم أموالكم التي جعل الله لكم قياما لما ترغب التفسير وقولك السفهاء هم السبيان والنساء فحاطة الأولاد طبعا أنت بتسميه سفيه ليه هو دي هو دا سنه لسه لم يعقل أنه هو ما تسمهوش سفيه بيقوله ما تدلوش فروسك شان دا سفيه لا ما تدلوش فروسك هو لسه ما بلغش بيفهم يقدر مش سفيه في مارينة كمان حديث عجيب شوية اسمه الوائدة والموقودة في النار طبعا هنحط الكلام دا على الشاشة بالمصادر بكله عبدالله من مسعود هو الصحابي طبعا لرواء والمحدث الألباني وهو صحيح تمام وموجود تخريجه في كتب كتير في الشرح بيقول إيه هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام الوائدة أي هي التي قامت بدفن طفلة حي دي هتروحي النار أتلت ماشي وتشمل الأم التي بشرت الدفن تمام طب الموقودة الطفلة دي أي هي البنت الصغيرة التي دفنت حيا طب البنت الصغيرة دي لازم تخش النار طب هو مش في القرآن بيقوله إذا الموقودة سؤلت بأي زمن قتلة يعني عكس عكاس انت بددين الحاجة وعكسها الزي بالضبط ما هو بصي زي الكدابنة الزي وقوله إن الموقودة في النار ففيه إشكال شوفوا لما بيشرق طبعا دي ستطفلة صغيرة وقدت هت يعني اللي بيشرحوا الحديث ده بيقولوا إيه إياه إشكال خليني عمش معهم يعني أنا دلوقتي الطفلة في النار هتقوله يا رب أنا دخلت دي النار لي وقال لأ أصلا إنتي لما كنت هاتك باري كنت هاتك باري كنت هاتك بكفرة فأنا دخلتك النار هل ده حاجة تعقن؟ لا طبعا ظلم طبعا لأني طبعا لأني ديها فرصتها الأول وشوف هي هتكون كفرة ولا مش كفرة وبعدد تقيم عليه الحجة لكن يقول لأ أصلا هي لما كان يعني حتى الترقيعة اللي هم عاملينها مش ماشية مش ماشية بصي هم بيحاولوا يرقعوا بأي شكل وراء الرسول برضو ما بتنفعش ما بتنفعش يعني حتى لو هي الحالة الوحيدة ما هو بيقول الوائدة والموقودة ما قالش الحالة الوحيدة حتى لو أنت بتقول دي حالة واحدة ومعليش يعني نعديها له وأصلا هي كنت تبقى كفرة لما تكبر أنت ما حلتش المشكلة خلينا نروح لحديث للرسول الحديث صحيح والمصدر طبعا على الشاشة بيقول أتين رسول الله بصبي من صبيان الأنصار فصل عليه قالت عائشة قلت توبة لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلا وخلقهم في أسلاب أباهم وخلق النار وخلق ليها أهلا وخلقهم في أسلاب أباهم يعني قال لها لا يا عائشة ما تقوليش الطفل ده رايح السماء لا أوعي ولا رايح الجنة قالت توبة عصفور من عصافير الجنة قال لا 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 أنت فاهمة غلط ده الله خلق دولة للنار النار وهؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي حتى لو أطفال في أطفال هتدخل النار يعني بالمخ كده في أطفال هتدخل النار يعني ده الطفل بريء ملاك يعني دعوا الأطفال يأتون إليه إن لمثل هؤلاء ملكوت السماء خلاص نقطة نقطة طب أطفال مسلمين طبعا يروح السماء أطفال بوزيين لأن ده أطفال بالظبط فدي أطفال دعوا الأولاد يأتون إليه لأن لمثل هؤلاء لسه الاختيار عندهم ما فيش فما يقوليش هنا أو غير ذلك يا عائشة أصلا ده ممكن يكون في النار وطبعا ده إيه استهانة كده بالطفل طبعا أنا أعتقد أنه هو يعني كان عنده عقدة نفسي من الأطفال هو عانى كتير يا حرام محمد يعني أنا بص يا الواحد اللي هو عانى هيكره الأطفال ممكن نعقدها يعني أنا وحد يضرب كتير فيضرب ممكن يعني في ناس كده في ناس كده وضربوهم بسبب العنف اللي تم عليهم بيبقوا عنفاء مع الآخرين أنا فاء كمان يا مارينة في حديث بيقول سؤال النبي عن الظراري من المشركين شوف أنت قلت إيه دلوقتي قلت لو المسلمين أطفال المسلمين حيروحوا السماء لو أبو زينة حيروحوا السماء لو أولاد ملحدين برضو حيروحوا السماء أطفال الأطفال دولة ليهم السماء براءة آه براءة هنا بيقولوله شوف من زمان بيسألوه سؤال النبي عن الظراري من المشركين يبيتونا فيصيبونا من نسائهم وزراريهم فقال يعني بيخش عليه ويهجم عليهم فيموتوا الأطفال آه قال لهم منهم مش مهم مش مشكلة يعني هما بيقولوا ده احنا بنهجم عليهم يا رسول الله بالليل آه يقولهم هل دي أولا هل دي أصول الحرب إن أنا أهجم عليهم نايمة نايمة دين من الواحد وأطفال مسالمة نايمة وتروح تهجم فيصيبوا النساء يعني موتوا في النساء والأطفال معاهم ودول أطفال مشركين قال عادي مش مهم دول منهم صح دول منهم يعني تقتلوا عادي مش مشكلة عادي مش قولهم لأ ما تروحوش بالليل لازم تنظروهم قبل ما تروحوا الحرب راجل قدام راجل لا بيغيروا عليهم بالليل فيقولهم إيه هم منهم على فكر الحديث ده موجود في صحيح مسلم وبعدين بيقولك إيه سؤال عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتونها فيصاب من نساءهم وصبيانهم بالقتل فقال هم من أبائهم يعني زنبوهم أنهم جوا من الأباء أي لا بأس بذلك لأن أحكام أبائهم جارية عليهم في المراس دولة لما يكبروا ممكن إيه كانوا يورسوا وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك وحديث آخر في صحيح مسلم بيقول إيه عن ابن عباس عن الصعبة ابن جثامة أن نبي خيل له لو أن خيلا أغارت من الليل فأصابت أمناء المشركين قال هم من أبائهم إيه رأيك طيب طبعا دق استهانة بحقوق الطفل والطفولة وحتى في الحرب وفي الحالة العادية وكل حاجة وبعدين عايزة كمان ألفت نظرك أن يعني علشان هو في مخه أن الأطفال دي عادي ما فيهاش مشكلة يعني كرامع مش مهمة هم منهم موقودة في النار مش عارفة إيه يعني صفهاء كده مش شغل الأطفال في الجنة ولدان مخلدون طيب أنت هتشغل الأطفال ليه اختلفوا ولدان مخلدون قالك دول ولاد إيه ولاد المسيكي ومرة تانية قالك ده خلق ربنا خلق ومرة ولاد مسلمين طيب أنت أصلا المبدأ فيه أطفال تشتغل تمشي بالأباريك وحتى في الدول اللي عندنا واخدين الفكرة دي أكتر ناس بيشغلوا أطفالهم ممنوعها في أوروبا وأبريكا وإستراليا وإن الحيثة دي كلها أن أطفال تشتغل ده ممنوع طبعا ده اللي عند كده يتسجن على طول طبعا لكن يعني مش قبل 16 سنة يبتدي بقى حاجة طبعا يعلموهم كده تشتغل يوم كده بتاع تاخد خبرة لكن أطفال يسموهم بيليا ويطلعوهم في الأفلام عادي ومش عرفة إيه عادي الوات بيليا وضربوها على أفاة وبتاع وكده يعني ويعني ويرسخوا فكرة إن إيه إن في أطفال ونشغلها ونحتقرها ومريديا طبعا وإنت بتشغل أطفالي كبلد إسلامية إلا إن الفكرة عندك مترسخة ما عندكش حوى طفلة بالزبط ما عندكش حوى الطفلة وكبين من ضمن الحاجات يا فرحة اللي توهين وتهدر كرامة الطفلة الزواج الأطفال الطفلة الطفلة لما تتجوزها يقول لك حلال ومش يتجوز عائشة طفلة هو 53 54 سنة وهي 9 بقى دي طفلة كان بيتلعب بالعرائس وتركب فوق تخيالي بيجامع واحدة طفلة يعني وكمان ده أنت تنتهك حقوق الطفلة أنت لما تاخد طفلة بريئة وده على فكرة يا جماعة اللي عايزي راجع ورانا طبعا صورة الطلاقة 4 الآية رقم 4 يعني واللائي لم يحضن وكمان في صورة أحزاب 49 يقول يا أيها الذين أمانوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقت بهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة يعني العدة تعطى للتي مست فلما يغطي عدة لللائي لم يحضن واللائي لم يحضن هم الأطفال ومكتوبة كده الصغار اللائي لم يبلغنا سن الحيد فأنت لم تديها عدة يعني أنت بتسمح للراجل تاخدها ويعشرها وينتهك حقوقها وحقوق الطفل وكرمتها وفكرتيني دلوقتي في حالة مارينة من قيمة كم يوم يعني تفرجت على حلقة حد لبناني يعني كده فجايب طفلة متجوزة ومسكة العروسة في إيديها وعمالة بتتكلم ويقول لها وعشرك بتقول له آه طفلة آه ومسكة وعمالة بتلعب والكاميرا جاي على العروسة في إيديها وعمالة بتلعب مسكة العروسة النفسية خلاصا دي طفلة انتهك برائتها بالزبط مش فاهمة حاجة مش فاهمة حاجة ونسكة العروسة وفجأة تلاقي نفسها مع راجل ويعني منظر بشع بالنسبة لها راجل وهي مش فاهمة أصلا بالزبط وده إيه ده إهدار لكرامة الطفل بالزبط كده وأنا بشكرك جدا يا مارينة وأعزاء المشاهدين بجد الإسلام لم يحفز كرامة الطفل الإسلام أحضر كرامة الإنسانية كلها وخصوصا الطفل ونشوفكم في الحلقة القادمة من الإسلام تحت المجر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر